الخبير والاقتصادية الدكتور صفوان قصي أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني دكتور يتم الحديث من قبل بعض النواب بأن الموازنة قد تصل إلى 300 تريليون يعني تشمل تعينات وغيرها يعني من أين سيتم تغطية كل هذه النفقات تفضل بالتأكيد يعني لن تصل إلى مثل هذا المبلغ يعني هي يمكن أن تكون من 140 تريليون إلى 150 تريليون باعتماد على سعر برميل متحفظ يعني هناك رغبة لوضع 65 دولار كأساس لسعر برميل النفط هناك إرادات غير نفطية من الممكن أن تضاف إلى إرادات النفطية للعراق يعني بحدود العشرين تريليون خاصة أن حكومة السوداني ترغب بالسيطرة على المنافذ الحدودية وإحكام القمارق والضرائب وكذلك من الممكن أن نشهد دخول الغاز إلى إرادات العراق وبالتأكيد ما يميز هذه السنة أن هناك 3% من إرادات الكلية ستضاف إلى الموازنة لأن ديون كويت تم تصفيرها بنفس الوقت الأولويات التي وضعت ضمن برنامج حكومة السوداني هي من عطلت تمرير الموازنة حاليا هناك إعادة صياغة للموازنة لكي تكون هناك مبالغ تكفي لطموحات الوزارات في برامجها وسيتم محاسبة الوزراء على قدرتهم دكتور رغم أن العراق يمتلك وفرة مالية متحققة من النفط لكن لا نزال نسمع عن وجود عجز في الموازنة نعم حاليا النظرة إيجابية لأسعار النفط على المستوى العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي بالتأكيد ستساهم في زيادة سعر النفط بالفترة القادمة كذلك تماسك أوبك وشركائها في تخفيض كميات الإنتاج للحفاظ على سعر مناسب لـ 2023 خاصة أن المملكة العربية السعودية هي حاليا تقوم بخسخصة شركة أرامكو فهي تدافع عن سعر مناسب لبيع أسهم شركة أرامكو ضمن هذه الفترة وكذلك روسيا لا ترغب في أن يكون سعر النفط دون الـ 72 دولار فباعتقادي النظرة إيجابية لأسعار النفط مع ذلك صانع الموازنة يحاول تقليل سعر برميل النفط ويستثمر الفائض فيما لو حدث خلال 2023 في توجيه نحو صندوق تنمية العراق لخلق فرص عمل للعاطلين في القطاع الخاص افتراض هو دكتور في حال حدوث تراجع في أسعار النفط خلال العام المقبل وهذه التوقعات يعني واردة يعني هل سيعود سيناريو عدم توفر الرواتب لا حاليا يعني الاحتياطيات البنك المركزي نمت خلال هذه الفترة يعني نحن أمام 96 مليار دولار وفي نفس الوقت هناك فائض مدور من 22 إلى 2023 قد يقترب من 20 مليار دولار مسألة توفير الرواتب باعتقادي ليست هي المشكلة يعني على المدى القصير لا توجد أي مشكلة العراق يستطيع حتى لو توقفت إيراداته بالكامل أن يديم حجم الأنفاق الملتزم به قانونيا لكن تطلع أن تستمر الأسعار والوفورات المالية تستثمر في تحريك العجل الاقتصادية يعني عملية الانفتاح على دول المنطقة في تحقيق أمن غذائي لدول المنطقة من خلال العراق بالتأكيد نحتاج إلى تموين لإيقاف التصحر لاستثمار المياه لكي يكون لدينا أنتاج جراعي وطمئن انفاق مستمر يعني هل رفع السقف الانفاق في الموازنة يهدد بنهيار اقتصادي يعني مع هذه الأرقام اللي نسمعها من بعض المسؤولين يعني إذا كان الانفاق يذهب إلى الاستهلاك بالتأكيد العراق لن يخرج من دائرة المخاطر الخارجية لكن عندما نقوم بتوجيه الأموال لإحياء الصناعة لتنشيط الزراعة وتحويلها إلى زراعة ذكية لإنشاء سد الفاو لإكمال ميناء الفاو وربطه بالاتحاد الأوروبي للانفتاح على دول الجوار من حيث توفير الطاقة الكهربائية لتنويع مصادر تصدير النفط للاستثمار بالبتروكيميائيات هناك العشرات من الملفات تحتاج إلى أموال لخلق فرصة تنمية مستدامة فإذا نجحت الحكومة الحالية في تنفيذ تعاهداتها في البرنامج الحكومي ومن أهم التحديات هي طبعا مواجهة الفاسدين واسترداد أموال الفساد لأنها أيضا هي نافذة لتوفير الأموال بالتأكيد مثل هذه الملفات إذا ما تم تفعيلها ومراقبتها ولا يمكن تحقيق الإنجاز دون متابعة سنشهد تحسن في الاقتصاد العراقي طيب 100 دولار وصلت حاليا يعني حسب آخر خبر قرأنا هاي النشرة يعني وصل بالسوق إلى 153 ألف دينار يعني رغم كل الإجراءات الحكومية هل فقد البنك المركزي السيطرة على سعر الصرف يعني الامتثال إلى متطلبات الخزانة الأمريكية والخزانة الأمريكية حاليا تحاول تنظيف الاقتصاد العراقي بالكامل لأنها لديها معلومات شاملة عن ما جرى في السنوات السابقة واستعانة حكومة السوداني بشركات التدقيق العالمية لإعادة الأموال المنهوبة من العراق أظهرت طريقة النهب بالفواتير المزورة بالمنافذ الحدودية الغير مسيطرة عليها فحاليا الحوالات التي تخرج من البنك المركزي يتم تدقيقها من قبل نظام السويفت الذي أضيف له تتبع حركة المواد ومن هو المجهز وأين تذهب أموال العراقيين فعمليا عندما يكون هناك طلب على الدولار في السوق الموازي بمعنى أن نافذة بيع العملة أخذت تأخذ منحة جيد بحيث أن الأموال الفاسدة لا تستطيع الدخول إلى النافذة البنك المركزي حاليا يحاول كسر الأسعار من خلال الإشارة إلى نظام الاعتمادات المستندية من خلال المصارف الحكومية وكذلك وزارة التجارة عليها الإسراع بتنويع مفردات البطاقة التموينية واستيراد ما يمكن استيرادها بالسعر الرسمي وضخ بالأسواق لكي لا يكون المستهلك رهينة هذه الأسعار العالية بتقديري نحن أمام تحدي كبير لأن المافيات المحلية تحاول إفشال هذا المشروع وكلما قدرنا نافذة بيع العملة لصالح نظام جيد كلما تنشطت حركة الإنتاجية وبالتالي تقليل نسبة البطالة والفقر هو مؤشر لمكافحة الفساد طيب يعني هنا المواطن هو رح يكون الضحية الأولى والأخيرة نعم يعني دكتور نحن نشوف أنه مجرد تصعد يعني ألف دينار بالورقة الوحدة والسوق اشتعال والمواطن البسيط بقى حايرة بأمره نعم وهذا ما ذهبت إليه يعني عندما يعني نناشد وزارة التجارة باستيراد جميع المواد التي تستطيع استيرادها من خلال نظام اعتماد مستندي والبنك المركزي يقوم بفتح الاعتماد المستندي بالسعر الرسمي نعم لاستيراد المواد وضخها بالأسواق كذلك الماركات العالمية يعني عمليا نحن أمام شبهات بانتقال الدولار العراقي إلى دول معاقبة سواء كانت لبنان أو سوريا أو إيران أو حتى الاتحاد الروسي فعملية تحويل عملية الاستيراد باتجاه الاتحاد الأوروبي باتجاه دول المنطقة دول خليج مصر الهند أيضا سيوفر المواد ولا ترتفع الأسعار على المستهلك وفي نفس الوقت وزارة الداخلية معنية بعملية مراقبة من الذي يتلاعب بالأسواق خاصة بالسلع الأساسية هاي الرادل باخته حكومة قوية وقادرة يعني إن شاء الله نعم الدكتور صفوان قوصية الخبير الاقتصادي كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا